حياكم الله مشاهدين الكرام في بث مباشر جديد لليوم الخامس على التوالي تواصلت العمليات العسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على الرغم من تدخل أطراف محلية وإفريقية وإقليمية إلا أنه يبدو أن الطريقة للهدنة وتنحية المعدات والآليات العسكرية جانبا ما زال طويلا ما هي قصة القائد الكبير الذي وقع في يد الجيش السوداني تواصلت العمليات العسكرية في العاصمة السودانية الخرطوم بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع تحت غطاء دخان المواجهة العسكرية فبين كر وفر وأصوات رماية متواصلة أحيانا ومتقطعة أحيانا تم خرق الهدنة التي تم إقرارها أمس لمدة 24 ساعة حيث لم تستمر إلا دقائق معدودة وفي نفس سياق الأزمة اتصل وزير الخارجية الأمريكية أنطاني بلينكين بقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دجلو حمدتي وقال بيان لوزارة الخارجية الأمريكية أن بلينكين أكد الحاجة الملحة للتوصل إلى وقف العمليات العسكرية والسماح بتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين وأعلنت في وقت سابق قوات الدعم السريع الموافقة على وقف العمليات العسكرية لمدة 24 ساعة لضمان المرور الآمن للمدنيين وأصحاب الحاجة إلى رعاية صحية وفي نفس الوقت وافق رئيس مجلس السيادة السودانية عبد الفتاح البرهان على الهدنة لمدة 24 ساعة من أجل العمليات الإنسانية على أن تبدأ مساء الثلاثاء الساعة السادسة بالتوقيت المحلية إلا أنه بعد دقائق معدودة من دخول الهدنة حيز التنفيذ تم خرقها وتعالت أصوات الرماية ودخان الحرائق في العاصمة الخرطوم ليلقي كل طرف من طرفين نزاع اللوم على الآخر ليعيش المواطن السوداني كابوسا لا يعرف متى وكيف سينتهي وأعلن حزب الحرية والتغيير أنه يتواصل مع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لتثبيت الهدنة دون الكشف عن مزيد من التفاصيل وعلى الصعيد العملياتي وصلت الصفحات الرسمية لكل الطرفين نشر البيانات المدعومة بالفيديوهات والصور للتحرك على الأرض حيث نشر الدعم السريع مقطع فيديو لإحراق عددا من مروحيات الجيش السوداني في قاعدة النجوم جنوب الخرطوم كما نشرت الصفحات الرسمية للجيش السوداني مقطع فيديو لإعتقال قائد قوات الدعم السريع بمطار مروي بعد أن نجحت قوات الجيش السوداني في استعادة السيطرة على قاعدة الجوية والمطار هذا وأكدت العديد من المصادر الصحية أن عدد ضحايا العمليات العسكرية ارتفع إلى 144 وسط محاصرة مئات الطلاب في جامعة الخرطوم والآلاف في المنازل لا سيما في المناطق التي تدور فيها العمليات العسكرية بالقرب من الأماكن الاستراتيجية ومنذ السبت الماضي تدور مواجهات عسكرية قوية بين الجيش وقوات الدعم السريع بسبب خلافات حول عملية الدمج وهي الخلافات التي أدت إلى تأجيل التوقيع على اتفاق نقل السلطة إلى المدنيين والذي كان مقرر له أول أبريل ومع تضارب البيانات وتغير الأوضاع على الأرض باستمرار لم يتضح حتى الآن حجم سيطرة كل طرف أو موقفه الميداني ومناطق نفوذه لكن استمرار المواجهات يؤكد أن الأمور لم تحسن بعد لمصلحة أي طرف من الطرفين ليعيش المواطن السوداني كابوسا لا يعرف كيف ينتهي شكرا المشاهدين على حسن المتابعة دمتم في رعاية الله وأمنه